موسيقى 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 ضعف الجنس عند الرجال له اسباب كتير في اسباب عامة وفي اسباب موضعية موسيقى عنيفة جدا تأثيرات هذي المشكلة على مجل والأسرة مفيش حاجة اسمها عجزة كامل ان كل حاجة لاها علاجة في الوقت موسيقى قالك ايه مجرب حبايا هو كويس في منتهى الخطورة موسيقى موسيقى الاستاذ الدكتور نبيل امين استشاري اول المسالك البولية وطب وجراحت الجهاز التناسولي للذكور عضو الجمعية العالمية لابحاث الضعف الجنسي عضو مجلس ادارة الجمعية الدولية الافريقية للضعف الجنسي عضو الجماعية الاوروبية للمسالك البولية عضو الجماعية الاوروبية لجواحة الجهاز التناسولي للذكور أهلا بكم لو قلت لكم فالزرع وفكروا معايا فيها وفالزرع واضحة جدا مرض هو مرآة لمجموعة من الأمراض مرض ملوش بعد بس مرضي لا بعد نفسي بعد اجتماعي بعد نفسي قد يصل إلى مرحلة الضمار للنفس أو للغير مرض مسكوط عنه خالص وينكر تماما ندور عليكم سمية ألف حل بالعيد عن الطب والأطباء وكأنهم هم آخر ملاز آخر محط هنلاقي الناس تدور عن حلول له عند العطار ونلاقي ناس تانية تدور عند حلول له مفيش حلول طبعا له عند الدجال وناس تلس تدور عن حلول له على الانترنت وناس ربعة تدور عند غير المتخصص وعيد يسأل صاحبه وفي الآخر المرض ده زي ما أنا قلتلكه بينهش في جسم البناء آدم بدون وعي مرض الضعف الجنسي تقول ينهش في جسم البناء آدم الزي ما أنا قلتلكه إنه مرآة لـ 500 مرض جواك ضعف الجنسي ممكن يكون مرآة للسكر ومرآة للتصلب الشرايين ومرآة للحاجات تانية كتير والأمراض في القلب وانت مش داريان انت مش داريان وعملت دور على حلول في حتة كتيرة وما بتروحش لدكتور الضعف الجنسي وكأن الخطوة عند الدكتور الضعف الجنسي فيها تقليل من رجلتك عندنا خلط كبير جدا بين الرجولة وبين الزكورة والقدرة الجنسية الحل موجود وسهل في العلم لكن احنا دايما بندور عليه بره العلم والتمن بيكون غالي غالي من وقتك ومن فلوسك ومن صحتك ومن انتفاقك ومن المشكلة جواك المشكلة قد تكون لها كدان مش بعد طبي وعضوي لأجتماعي ونفسي لساعات تكون هي المسؤولة عن جريمة ياما جرائم تمت او ارتكبت وكان الخلفية في الخلفية البعيدة جدا فيها هي الضعف الجنسي القصص النهاردة مسيرة ومهمة والحوار عميق وتفصيلي ودقيق مع قمة علمية اعتقد انه واحد من الرواد والكل يعلم انه واحد من الرواد علاج امراض الزكورة وطبعا علاج الضعف الجنسي مش في مصر في شرخ الاوسط وايضا واحد من الاصحاب الاساليب التي يطلق عليها السهل المنتنع السهل في سرد والتفصيل للمعلومة والممتنع في الدقة والتوصيف لأدق واحدث ما ورد في هذا المجال من تفاصيل وحلول ضيف العزيز استاذنا استاذ الاسازة استاذ دكتور النبي امين اهلا بك استاذ اهلا بك شرف لنا هذه الزيارة وننتظرها على احر من الجبر الله يا كريم اه نبدأ بالجزء الاول هو الابيض والاسود والرماضي السؤال الاول السؤال الاول انا هقول الاول الكلمة الاولية دي في مهمة اوي الضعف الجنسي مشكلة قد تكون مؤقتة ولكن قد تتحول لمشكلة مزمنة في نسبة من الرجال الكلام ده ابيض ولا سود ولا رماضي لا ده رماضي ليه بقى كلمة الضعف الجنسي اسمها impotence دي اطلقت من زمان اللحدها سودة اه دي ما حدش حد بيقولها ليه بقى دي اسمها ضعف القوة ممكن واحد يجي لي عضلات ملاكم حاجة قوة جسمانية رهيبة بس مش قادر يتحكم في المكان اللي تحت ده حتى يبقى اطلقت الكلمة دي وبقى اسمها erectile dysfunction يعني ضعف في الانتصاب هو ده الايه التعريف العلمي الصح في احدث المجهات الكلمية النملة اتنين ضعف الانتصاب خلي بالك بقى حاجة مهمة قوي ده منتشر ده نسبته تلاتة وخمسين في المية من الرجالة في العالم واكتر منهم في مصر دي حسب الايه وايه الجامعات المسارك البولية الامريكية فشوفوا لما يكون ميت واحد قاعدين اكتر من نصهم عندهم ضعف جنسي وبعدين عندنا الشرقين بقى دي شنفل بالنسباله يعني ايه يقولك انا يعني انا عند ضعف ده انا جامد وبتاعه زي ما حضرك قلت قبل كده ده انا مخلف وبتاعه او او مرته كان مخل قالك لا انت ما يصحش ان انت ده مرض بيصيب جزء او جهاز في الانسان زي مناخيرك زي عينك زي ودنك لازم تروح للطبيب المتخصص في الموضوع ده وعلاجك مية في المية هتلاقيه بازن الله اهه اتضعف الجنسي حضرك لغيت كلمة ايه متنسق وحطيت بدلها كلمة ايركتايل ديس فانكشن ايه 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 كم حاجة في العدم القدرة على التعامل او التحكم في الانسان كم حاجة تحت هذا المعنى هو الوقتي كلمة ايركتايل دي بتبدأ لها كزا لها كزا حاجة اول حاجة ضعف في الانتصاب نفسه يعني العضو ما يقدرش ينتصب حاجة تانية ممكن ان هو بيخذف بسرعة قسف السريع حاجة تالتة ان هو ممكن ما بيخذفش خلص او بيخذف بعد مدة طويلة ده برضو تتعب الراجل وتتعب الست اه وحاجة ربعة ان هو يخذف قسف مرتجع يعني بدال ما يطلع السائل من هو برا يرجع في المسانة فدي كلها اه يعني تايتلز موجودة تحت العنون الكبير تايتلز فانكشن وبعدين الناحية الجنسية عند اي واحد بتبقى اربع مراحل اول مرحلة اللي هي الاسارة تاني مرحلة اللي هي الانتصاب تالت مرحلة اللي هي قسف رابع مرحلة اللي هي كومون بعد كده يهبط اوي بقى اتعب اه الاربع مراحل دول كل مرحلة منهم ليها مشاكل ولها علاج مختلف التشخيص هو اول طرق الصحيحة لعلاج الضعف الجنسي التشخيص وهو يعني ابيض ابيض طبعا بس هكمل من قسف وهو الى حد انه مش في مصر وصل الى اللي احنا عايزينه لغاية دلوقتي الاهتمام بالتشخيص وصل انا عندي اكبر مركز لتشخيص وعلاج الضعف الجنسي في الشرق الاوسط فيه زباد شاب مثلا عاوز يعرف ان هو بقى كويس وهلقه مقبل على الجواز احنا ممكن في المنتهى البساطة ان احنا هنحمله فحص بالكمبيوتر على العضو نفسه فيه جهاز بينما عام الليل وتانى يوم بالكمبيوتر يقول لنا الرجل ده عنده ضعف جنسي ولا اقى سببه نفسي ولا عضوي والشارين الاوريدة شكلها ايه ده الجهاز ده الجهاز دوت عبارة عن جهاز قياسي اللي هو ريجسكان 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 بلاس يعني ده الاسم المتداول عن اجهزة القياس ده الدورة الدباء لا فيه جهاز تانى كمان اسمه نيفا ده امريجي برضه ده برضه بيقيس القطر بتاع العضو طول العضو بيتمدد قد ايه بيدخل دم قد ايه برضه نفس بس له طريقة تانى في التشغيص عصيب عايز برضه احنا الجهازين دول نحكي عنهم شوي نفهم ايه بيشتغله ازاي الرجل سكان والنيفا النيفا دلوقتي المفروض الواحد ربنا خلقه ان هو نايم بالليل بينتصب من اربع مرات لستة مرات تمام كده وكل مرة تلت ساعة المفروض يوصل لغاية مية في المية في التب وفي البيز بتاعت العضو تمام كده باللياب قدمة العضو وفي القاعدة العضو تمام فالاجهزة دي بتقيس الاثنين دول بتقيس الرجلتي بتاعته والتيوميسنس والتيوميسنس بتاعته وبناء عليها فيها يعني ارقام معينة بنعرفها وبنقول لك الرجل ده عنده سبب نفسي او عضوي والشارين الاوردة شكل هائي بتاع دي الاجهزة المهمة للتشخيص ده بدئ زي بدئ في بقى لو لقينا عنده ان هو في عنده حاجة في الشوريان والوريد ان احنا بنقس له الكلام ده كله بجهاز دوبلر كالر دوبلر كالر دوبلر الجهاز ده بيقس لنا قوة الصمامات بتاعت الاوردة وقوة الشوريان بيفتح قد ايه والنسيج الكهفي فيه تلايف ولا لأ ده دي احنا كده عملنا تشخيص بثلاث اجهزة مهمين جدا فيه جهاز بقى رابع كمان اللي هو بيقيس الاعصاب بتاعت العضو من فوق بيقيس قوتها وبيقارنها بالاعصاب اللي في ايه بيقارن بين المادة الحسي للاعصاب الموجودة في الصوابع اللي بتاعت الايد ايه بيقيس الحسيس الاعصاب الموجودة في الحشفة اللي هي رأس القديم وضهر القديم تمام حلو ايه ما وجدنا انه فيه يعاني من مشكلة كل مشكلة ولا حق كل شهد وحتى لو عنده عجز جنسي كامل بنرجعه شباب ونخليه تجاوز اربع ستات مش شطر باك انجوزوا خلاص ده على سبيل الدعامة والله شاستات ما يزعلوش مننا بس تعال نشوف العلاج الجراحي السؤال الجاية عن العلاج الجراحي العلاج الجراحي للضعف الجنسي هو الوسيلة الاخيرة التي يلجع لها الطبيب مع الحالة التي تعاني من الضعف الجنسي ابيضو لسو دولاروات ابيض خليباك برضو انا مش لازم يعني بقول بقوة اربع ستاتات اي يعني اي مش هي تجاوز اربع ستاتات لا قوته تكافئ ان هو يكون متجاوز اربع ستاتات لو كان متجاوز اربع ستاتات ولو متجاوز واحد هيبسطها اول تمام كده في عندنا دلوقتي لو هو خد ادوية والادوية ما بتديش نتيجة خالص تمام او بتعمله بقى اي سايد افكس بتحمر الويش وبتاعه الكلام ده وبعدين الادوية اللي موجودة دلوقتي احنا عارفين ان هي السلدنافيل زي الفياجرا وفردنافيل تمام زي الفيترا وتدلافيل زي السيالس طلع حاجة جديدة خالص اسمها افانافيل الافانافيل ده ما اختلف عنهم كلهم بيتاخدوا على معدة خالية دي لأ ممكن تاخدها قبلها بربع ساعة على طول يعني التعانف اللي بياخد في اجرة بيقعد بقى قبلها بساعة طب لو جاله واحد ابنه يدخل او مش عارف ايه او جاله طارق تاني خلاص ضعت على الايه ضع على القرص انما ده ياخدها ساعة اللي زوم على طول كويس افانافيل ده حاجة احدث حاجة وهو موجود دلوقتي وبعدين لو بقى مداش نتيجة مع الادواء دي كلها بنزرع له دعامة داخل العضو بتدي له قوة انصاب 100% وبعدين في حاجة بقى نزعلان منها قوي ان ايه ان يقولك ان الدعامة دي احسن من الدعامة دي وبتاع لا انت ما بتعرفش تعمل الحاجات التانية ده الحاجات التانية اللي انا هقولها دي دلوقتي لاها مستوى فضيع بس في واحد ما بيعرفش يعملها فيقولك لا دي وحشة انا عامل العملات دي من حوالي 25 او 30 سنة والغاية دلوقتي كلهم 100% فش حد اشتكى منها اول نوع اللي هو الماليبل اه 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 انت بتسموها شبه الصلبة تمام دي عبارة عن امبوبتين من السيليكون وجواهم كور من الفضة خلاص ده بتدي قوة انتصاب 100% قوي جدا زي الطبيعي اه اه وبعدين بعد ما بيخلص بيروح تاني العض بينزل تحت كده بعد عاوز يشتغل يفرده كده والعضو ايه ما يتناش يفضل يشتغل ساعة ساعتين ما يقولش لا حتى لو خذف يفضل منتصب برضو في بقى دعامة تانية اه اللي هي الانفلاتابول اللي انت بتقول عليها بلونية دي عبارة لها سمام وامبوبتين كده ولها يعني تكنولوجيا معينة بتدوس على السمام ده ثلاث مرات كده ده بنزراعه جنب الخصية في كيس السفن بتدي قوة انتصاب مية في المية خلاص؟ بعد ما نخلص بتعود ساعة ساعتين منتصب مية في المية بتروح كسره وتعد من واحد لعشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة حشرة هيحصل الديفتش كده رجع كما كان تبقى نوع ارخى شوية اللي هو ده ده انبوبتين لهم طريقة تانية ودي البالب دي بتتزرع جنب الخاصية وده ريزرفوار خزان بتزرع جنب المسانة لها طريقة معينة وسهلة جدا بندوس عليها برده ثلاث مرات كده بترقم ديالك انتصاب مية في المية بعد ما بتخلص تكبس عليها وتدوس على رقبة دي فضت خالص اهي ويبقى يرجع كما كان نفس الشيء برده هنا برده دي شركة تانية بتعمل نفس الموضوع ميزة الدعمة اللي هي السلاثية دي ان هي ممكن مع الاستعمال العضو يطول مل في مل ويدخن مل في مل بتدي حاجات تانية وفي نفس الوقت بيبقى زي الطبيعي مفيش في حاجة منتصرة انتصاب وارتخاء وده بقى بصراحة يعني ده جميل جدا في الناس اللي عندها سكر عشان ميعملش ضغط على الانسجة يعمل فيبروزوس يعمل مشاكل انما اللي يقولك الدعامة السلبة دي هي احسن حاجة انما التانيين حلوين جدا وبنعملهم كلهم خارج نسيج الكهفي خلي بالك انا اول ما اكتشف طريقة ان انا بزرع خارج نسيج الكهفي من ثلاثين سنة وكانوا يقولوا لا ومش عارفية دلوقتي كله بيقولك انا بزرع خارج نسيج الكهفي بس للاسف ما بيعرفوش بوضع خارج نسيج الكهفي لان لها تكنيك معين ولها تشريح معين لو حد عاوزت تعالي الموضوع ده يجي لي وانا اعلم السؤال اللي جاهد ده مهم من اشهر العيوب الخلقية في مجرى البول عند الاطفال هو الاحليل السفل الكلام ده بيد ولا ستورا بس كتير من الناس مش عارفان يعني ايه احليل احليل يعني قناة مجرى البول تمام لو حصل قناة مجرى البول المفروب بتفتح في طرف العضو تمام في الامام لو فتحت من تحت من هنا من هنا من هنا اي حتة من دول يبقى ده اسماء احليل سفلي في حاجة اسماء احليل علوة كمان ممكن تفتح من فوق من هنا دي كل واحدة منهم لها عملية شكل والعمليات دي احنا خلي بالكم بقى حاجة مهمة خالص انا بنصح كل واحدة كل ام وابنها لازم تشوف الخاسيطين هوا بيستحمة حاكمهم كويس ولا لا وتشوف العضو موجود ولا لا وتشوف الغلفة اللي هي بانطهرها اللي على رأس العضو موجود ولا لا الغلفة دي في الاحليل السفلي بتبقى نصح تحتاني اكنه متطهر وازاك بيقولوا عليها طهارة ملايكة ده لا هي مش ملايكة ولا حاجة ملايكة بالطهر انما الحتة الجلدة الفقانية هين اللي تبقى موجودة ارجوكم محدش يطهروا ولا اطاح ارجوكم يعني ده رجاء رهيب ليه بقى احنا ممكن ناخد حتة الجلدة دي ونعمل منها قناة مجربول وانا عملت الواحد من اليمن قناة مجربول 12 سنتي في المكان ده تمام وكان العضو كان متني كده ما يبانش ساعة الانتصاب لقيته انتصب ففردته وعملت من دي قناة مجربول وحطيتها في وسط الجانس بينس الدنس العضو والعال وبصراحة انا كان نفسي اجيب فيلم فيديو للعملية بس انتو بتقولوا لا ممنوع بتاعه الكلام ده لا مش ممنوع الحاجة الصورة علميا طبعا الصورة تبقى معقدة فالناس مش هتقدر تفهم يعني عملية معقدة يعني عملية مش ساعة لكن في دوار العلماء المغلقة لا انا عاوز اقولك حاجة لطيفة في الموضوع ده لما بعمل العمليات دي بعمل حاجة اسمها دي للجلد يعني برجع جلد العضو ورا عشان اقدر افرد له الفيبروزس الراجل المصور كان اول مرة يصور لي عمليات زي دي فقال لي او انا بصور وده تفك كده وده تفك كده قال لي يا خبراسود دلوقتي النيابة هتيجي والاسم هتيجي هترجع ازاي بعد ما رجعت وشافه بعد كده بيتباول من قدام قال ما شاء الله العمليات دي طبعا عمليات ليست سهلة وتحتاج لجهد كبير وما شاء الله يعني دي عمليات احنا بنتشرف من المصريين عاملينها من سنوات طويلة جدا دي حاجة برضو حاجة لطيفة العملات دي في ذكاتة تقولك انا اعمل لك على مرحلتين ثلاث مراحل انا جميع العمليات اللي في المكان ده بعملها في مرحلة واحدة وبنجاح تام مية في المية طول عمري مفيش ولا عمليات فاشلة خاصة الحمد لله ما شاء الله الطفل اللي عنده احليل سفلي يحتاج الى علاج جراحي مباشر عشان كمان ما يحصلوش مشاكل في الانجاب في المستقبل عبيض طبعا عبيض ده يعني ده طبعا لو سابوها هيخذف من تحت وممكن هو بيتبول تلاقيه ترتش على نفسه ويوسخ هدومه تمام لازم ان احنا نرجعه حتى عشان نفسيته تبقى كويس عزيزة عندي فيلم مهم اسمه الجريمة الكاملة ماذا ترى جريمة كاملة فيه هلاج الضعف الجنسي هرجعتان للضعف الجنسي ايه بقى الجريمة الكاملة اللي ممكن الجريمة الكاملة ان واحد مش متخصص في الموضوع ده يدخل نفسه فيها وللاسف اليومين دول فيه كذا واحد ان يرى طلبتهم عشان برضو بيعملوا حاجات يعني ما تديش نتيجة كويسة وبالتالي دخل نفسه في مشاكل جمد او او دي يعني باعتبرها كريمة لان الطب مفهوش زر المفروض ان انت يعارف يا مش عارف او عندك الموضوع دي ولا لا وبعدين عارف تشتغل صح وما تلخبطش وما تديش فرصة لاي واحد يحصل له حاجة مشكلة واعتبر العيان ده انت بحيث ان انت عاوز ان انت تدي له حاجة كويسة واذا يجعلنا نذهب الى منطقة مهمة جدا انه لازم من يتعامل مع الطب يكون عنده فحص طبي نفسي ان فيه شخصيات شخصية سايكوباتية بجد والله يعني اللي بيقلف يقولك انا العملية دي كتبت باسمي وهو اساسا ما عندوش قدم دي كوميديا او اختراعت عملية لا لا يعني اقول مثلا يعني حتى استاذ انا عملت عملية انا باختراعتها بس اتعاملت مرة وانا بعملها يعني قصة الى هنا انا بعمل حاجة منع 25 سنة مش انا اللي اختراعتها انا بطبقها في مصر اختراع عملية دي شيء صعب جدا يعني مش بنستهل انه يتعامل والعالم كله بيكون عارفه هنروح ليه جزء الثاني المهم جدا المتهم والجاني والبريئة جاني مبتهم ام بريئة عندي كام سؤال مهمة اوي يعني هنا في المنطقة دي لان امتعرف حضراتك المنطقة دي بزيت معاك يا المنطقة الايه الاكثر اصارة لا يعني من يعالج مريضه بالادوية اللي عنده ضعف جنسي واستمر في علاجه بالادوية واستمر في علاجه بالادوية ومفيش تحسن ده مبتهم ام جاني ام بريئة يعني انا بعتبره يعني ده العلم اللي هو عارفه ما بحبش ان انا يعني اتهم اتهمات ظالمة ده هو مستوى علمه كده يعني ما يعرفش اكتر من كده وذلك العيان بقى هو الغلطان ليه بقى انت تروح للي عارف ما يصحش تروح تقول انا انا رحت لدكتور وخلاص كاتب كذا بس وخلاص انت المفروض تبقى عارف الرجل ده نتايجه كويسة بيشتغل كويس عنده نتايج ممتازة ولا لا فانت المفروض ما تنسخش ورا ان انت تروح لواحد خلي بالك في امريكا بيده الفياجرا لمدة شهر مددش نتيجه يروح عامل عملية عطول امريكا كده يعني غير نحنا احنا بنخاف شوي فبنعمل فحوصات ونعمل دوبلر ونعمل بتاع كلامنا عشان نتاكد قوي انما في امريكا قطعي اللي ما بيديش نتيجه وانا مع الفياجرا تاني يوم يعمله عملية عطول من يقبل على الزواج ويطلب من يذهب الى علاج طبي يطلب فيه دعامة لانه حاسس انه غير قابل على اداء الزوجي ودوا موجودين عدده كبير بس موجودين يعني نشوفه بس لازم اعمله فحوصات خصوصا اللي هو دي سمتجوز يعني بس نشوفه لا ده غلبان ده عداء غلبان اوه ده ما يصحش ان انا اعمل لحد خصوص قبل ما يمارس يعرف من اين وانما فيه بقى مثلا يقولك ايه انا بيحصل ليش انتصاب صباحي اه بالليل ما بيعيش في انتصاب خالص لما اشوف منظر مسير ما بيحصل ليش انتصاب لازم بقى برضو افرض ان عنده حاجة نفسية لازم اعمله القياسات بالاجهزة اللي انا بقولك عليها دي لو ثبت ان هو عنده سبب مهم للعملية بعملها له انما ما عندهش بنصحه بلاج له عظيم ما هي الخديعة الكبرى ده فيلم اسمه الخديعة الكبرى في عالم علاج الطعف الجيسي تشوفوا ده خديعة كبرى ده اشتغالة الخديعة الكبرى اللي هي اه الاجهزة اللي بتبان في في خنوات اه ايوه وفيه الاحشاب اللي هيقولك احشاب احشاب ايه بس شوية حشيش وشوية بتاع الكلام ده تقول لي احشاب وممكن برضو الترامدول الترامدول اللي بياخدوه هو بيحصن في الاول بس الترامدول ده نوع من انواع الافيون فده بيكسر خلال مخ وبيعملك مشاكل بعد كده وبيعمل اذمان وما تقدرش ان انت وبيعمل ضعف جنسي بعد كده بيوصل البناء ادم لضعف جنسي في بعد فترة مش طويل على الاسف اه يعني هو ده طريق سيء مليئ الاوهام في طريقكم طريق علاج الطعف الجنسي مليئ بالاوهام مليئ بالشكوك طبعا اكتر فرع طبي على الاطلاق ده يعني مش الفرعذ اكتر ده ده الملك اللي ادير بالدجالين والمشاوزين والسحرة والجن والعفريت والحركات دي كلها بس كان زمان لا كان زمان دلوقتي لا لا دلوقتي الناس بيتعارفة وخصوان بعد برامج حضرتك اه الناس بتشوف بتعرف الصح من الغلط وبتعرف ان دلوقتي فيه علاج لكل شيء مهما كانوا خلي بالك ان انا 80% من اللي بيقولي بعالجهم بالادوية مش بالعمليات مش زي اي حد يقولك ايه عملية 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 لا غلط يا جماعة كده العملية دي لا تجرى الا الواحد هوبلس يعني الادوية مزديش نتيجة معاها خالص اشياء كل جمدة وممكن بردو يكون واحد متجوز اربع ستاته ومش قادر عليهم يعني فبردو دي تساعده لها اسباب كتير يعني لازم يكون عندك سبب ان انت تعمل عملية نشوف بقى الواه والشك واليقين اسئلة سريعة اجابات سريح نسبة تجاح جراحات الدعامات تصل الى نسبة كبيرة فمن اكثر العمليات قابلية للنجاح 100% نص عدد الرجال اللي بيعانوا من تضخم في البرسطات ما تظهرش عليهم اي عراء برضو دي غلطة رهيبة ان الناس كان زمان يقولك البرسطاتة هي السبب طب نديها ايه مضادات حيوية طب نداء نعمل تدليق بروسطاتة الناس اتهارت يعني العين يجي يقولك يا دكتور انتهارتني من الادوية ومن تدليق البرسطاتة وبتعمها في نتيجة يا دكتور ما ينفعش كده فسبت اخيرا في جميع الجامعات اللي بتعمل اه في المتخصص ده يعني ان لا علاقة بين البرسطاتة وبين الضعف الجنسي بس بقى في حاجة تانية الحديث فيها انا بدي ادوية تعالج البرسطاتة اكنها عملت عملية بكشيشها وبصغرها بحيث ان مجرى البول يبقى فيه اندفاع كويس جدا جدا خلبيك البرسطاتة ممكن تعمل حصوات حوالين البرسطاتة اللي هنا تطلع في وسط المسانة كده وما بتنزلش البول كله وتعمل ضيق في مجرى البول كل الكلام ده له عندي علاج مية في المية مدرحة اعطينا فيه لده احدث حاجة وهو موجود دلوقتي وبعدين لو مداش نتيجة مع الادوية دي كلها بنزرع له دعامة داخل العضو بتدي له قوة انتصاب مية في المية وبعدين فيه حاجة بقى انا بقى يعني اعلان منها قوي ان ايه ان يقولك ان الدعامة دي احسن من الدعامة دي وبتاع انت ما بتعرفش تعمل الحاجات التانية ده الحاجات التانية اللي انا هقولها دي دلوقتي لها مستوى فضيع بس في واحد ما بيعرفش يعملها فيقول لك لا دي وحشة انا اعمل العمليات دي من حوالي خمسة وعشرين او ثلاثين سنة ولغاية دلوقتي كلهم مية في المية ولا فيش حد اشتاكى منها اول نوع التانية اللي هو الماليبول او ابنت تسموه شبه الصلبة تمام دي عبارة عن من السيليكل وجواهم من �ور خلاص ده بتددي قوة انتصاب مية في المية قوي جدا زي الطبيعي وبعدين بعد ما بيخلص بيروح تاني العضو بينزل تحت كده بعد عاوز يشتغل يفرده كده والعضو ايه ما يتناش يفضل يشتغل ساعة ساعتين ما يقولش لأ حتى لو خذف يفضل منتصب برضو في بقى دعامة تانية اللي هي الانفلاتابول اللي انت بتقول عليها بلونية دي عبارة لها سمام وامبوتين كده ولها يعني تكنولوجيا معينة بتدوس على السمام ده تلات مرات كده ده بنزراعه جنب الخصية في كيس السفن بتدي قوة انتصاب مية في المية خلاص بعد ما نخلص تعد ساعة ساعتين منتصب مية في المية بتروح تكسره وتعد من واحد لعشرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هيحصل الديفتش كده رجع كما كان كده نوع ارخه شوية اللي هو ده ده انبوبتين لهم طريقة تانية ودي البالب دي او الفالب دي بتزرعك برضو جنب الخاصية وده ريزيرفور خزان بالزرع جنب المسانة لها طريقة معينة وسهلة جدا تمام بندوس عليها برضو تلات مرات كده بتروح مديالك انتصاب مية في المية بعد ما بتخلص تكبس عليها وتدوس على رقبة دي شوف شوف فضة خالص اهي ويبقى ايه يرجع كما كان نفس الشيء برضو هنا برضو دي شركة تانية بتعمل نفس الموضوع ميزة الدعمة اللي هي السلسية دي ان هي ممكن مع الاستعمال العضو يطول ملي في ملي ويدخن ملي في ملي بتدي حاجات تانية وفي نفس الوقت بيبقى زي الطبيعي مفيش في حاجة منتصبة انتصاب وارتخاء وده بقى بصراحة يعني ده جميل جدا في الناس اللي عندها سكر عشان ميعملش ضغط على الانسجة يعمل فيبروزوس يعمل مشاكل انما اللي قولك الدعامة السلبة دي هي احسن حاجة مين قال الكلام ده هي ارخص حاجة انما التانيين حلوين جدا جدا وبنعملهم كلهم خارج نسيج الكهفي خلي بالك انا اول ما اكتشف اه طريقة ان انا بزرع خارج نسيج الكهفي من ثلاثين سنة كويس كده وكانوا يقولوا لا او مش عارفية دلوقتي كله بيقولك انا بزرع خارج نسيج الكهفي بس للاسف ما بيعرفوش بوضع خارج نسيج الكهفي لان لها تكنيك معين ولها تشريح معين لو حد عاوز تعالي الموضوع ده يجي لي وانا اعلم السؤال اللي جاهد ده مهم قوي من اشهر العيوب الخلقية في مجرى البول عند الاطفال هو الاحليل السفلي الكلام ده بيقول لسو دول روات عبير طبع بس كتير من الناس مش عارفا يعني ايه احليل احليل يعني خانات مجرى البول تمام فلو حصل الاخات مجرى البولي المفروض بتفتح في طرف العضو تمام في الامام لو فتحت من تحت من هنا من هنا من هنا اي حتة من دول يبقى ده سماء احليل سفلي في حاجة سماء احليل علو كمان ممكن تفتح من فوق من هنا خلاص دي كل واحدة منهم لها عملية شكل والعمليات دي احنا خلي بالكم بقى حاجة مهمة خالص انا بنصح كل واحدة كل ام وابنها لازم تشوف الخسيطين وهو باستحمة حاكمهم كويس ولا لا وتشوف العضو موجود ولا لا وتشوف الغلفة اللي هي بانطهرها اللي على رأس العضو موجود ولا لا الغلفة دي في الاحليل السفلي بتبقى نصح تحتاني اكنه متطهر وزاك بيقولوا عليها طهارة ملايكة بتقلال هي مش ملايكة ولا حاجة فيش ملايكة بالطهر انما الحتة الجلدة الفقانية هين اللي تبقى موجودة ارجوكم محدش يطهر ولا اطاح ارجوكم يعني ده رجاء رهيب ليه بقى احنا ممكن ناخد حتة الجلدة دي ونعمل منها قناة مجربول وانا عملت الواحد من اليمن قناة مجربول اتناشر سنتي في المكان ده تمام وكان العضو كان ايه متني كده ما يبانش ساعة الانتصاب لقيته انتصب وبان بتاع ففردته وعملت من دي قناة مجربول وحطتها في وسط الجلانس بينس الانس العضو وبصراحة يعني انا كان نفسي اجيب فيلم فيديو للعملية بس انتو بتقولوا لا ممنوعه بتاعه بس يعني الصورة تبقى معقدة فالناس مش هتقدر ترتيبك بالحاجات يعني عملية معقدة يعني عملية مش ساعة لكن في دواري العلماء المغلقة انا اعزو اقولك حاجة لطيفة في الموضوع ده انا ما بعمل العملية دي بعمل حاجة اسمها دي للجلد يعني برجع جلد العضو ورا عشان اقدر افرد له الفيبروزس اللي هنا تمام الراجل المصور كان اول مرة يصور لي عمليات زي دي فقال لي او انا بصور وده هتفك كده وده هتفك كده وده هتفك كده قال لي يا خبراسوا دلوقتي النيابة هتيجي والاسم هتيجي وبتاع هترجع ازاي كلام ده اه بعد ما رجعت وشافوا بعد كده بيتباول من قدام قال ما شاء الله الحمد لله العمليات دي طبعا عمليات ليست سهلة وتحتاج الى جهد كبير وما شاء الله يعني دي عملات احنا بنتشرف بين المصريين عملينها من سنوات طويلة جدا دي حاجة برضو حاجة لطيفة العملات دي في ذكاتة بتقولك انا اعمل لك على مرحلتين تلات مراحل انا جميع العمليات اللي في المكان ده بعملها في مرحلة واحدة وبنجاح تام مية في المية طول عمري ما فيش ولا عملية فاشت خاصة الحمد لله ما شاء الله الحمد لله الطفل اللي عنده احليل سفليه يحتاج الى علاج جراحي مباشر عشان كمان ما يحصلوش مشاكل في الانجلاب في المستقبل ابيض طبعا ابيض 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 ده يعني ده دي طبعا لو سابوها يبقى هيخزف من تحت وممكن هو بيتبول تلاقيه ترتشع نفسه ويوسخ هدومه تمام لازم ان احنا نرجعه حتى عشان نفسهيته تبقى كوي سابعا كمان عزيزي عندي فيلم مهم اوي اسمه الجريمة الكاملة ماذا ترى جريمة كاملة فيه علاج الضعف الجنسي هرجعتين للضعف الجنسي ايه بقى الجريمة الكاملة اللي ممكن معه شوف الجريمة الكاملة ان واحد مش متخصص في الموضوع ده يدخل نفسه فيها وللاسف اليومين دول فيه كذا واحد نيابة طلبتهم عشان برضو بيعملوا حاجات يعني ما تديش نتيجة كويسة وبالتالي دخل نفسه في مشاكل جمد او او ديت يعني باعتبرها كريمة لان الطب مفهوش هزار المفروض ان انت يعارف يا مش عارف او عندك ليسنس الموضيع دي ولا لا وبعدين عارف تشتغل صح وما تلخبطش وما تديش فرصة لاي واحد يحصل له حاجة مشكلة واعتبر العيان ده انت بحيث ان انت عاوز ان انت تدي له حاجة كويسة واذا اجعلنا نذهب الى منطقة مهمة جدا انه لازم من يتعامل مع الطب يكون عنده فحص طبي نفسي فيه شخص اسمه الشخصية السيكوباتية بجد والله يعني اللي بيقل فيه لك انا لا اعملها دي شيء صعب جدا يعني مش مش بنستهل انه يتعاملوا والعالم كله بيكون عارفه بباش الوعب باس اللي عارفه يعني هنروح ليه جزء الثاني المهم جدا المتهم والجاني والبريء جاني مبتهم ام بريء عندي كام سؤال مهمة اوي يعني هنا في المنطقة دي لاني متعرف حضرارك المنطقة دي بزيت معاك يا المنطقة الايه الاكثر اصارة لان من يعالج مريضه بالادوية اللي عنده ضعف جنسي واستمر في علاجه بالادوية واستمر في علاجه بالادوية وما فيش تحسه ده مبتهم ام جاني ام بريء يعني انا بعتبره اا يعني ده ده العلم اللي هو عارفه والتهمي معم ما بحبش ان انا يعني اتهم اتهمات اا ظالمة ده هو مستوى علمه كده يعني ما يعرفش اكتر من كده وذلك العليان بقى هو اللي غلطان ليه بقى انت تروح للي عارف مايصحش تروح تقول انا انا رحت لدكتور وخلاص كاتب كذا بس وخلاص لأ انت المفروض تبقى عارف الرجل ده نتائجه كويسة بيشتغل كبيرا عنده نتائج ممتازة ولا لا فانت المفروض ما تنسخش ورا ان انت تروح لواحد خلي بالك في امريكا بيده الفياجرا لمدة شهر مددش نتيجة يروح عامل عمليات طول امريكا كده يعني غير ان احنا احنا بنخاف شوية فبنعمل فحوصات ونعمل دوبلر ونعمل بتاع الكلام ده عشان نتاكد قوي انما في امريكا قطعي اللي ما بيديش نتيجة مع الفياجرا تاني يوم يعمله عمليات طول طيب من يقبل على الزواج ويطلب من يذهب الى علاج طبي يطلب فيه دعامة لانه حاسس انه غير قادر على اداء الزوجي وده موجودين عدده كبير بس موجودين يعني رماركبه بس لازم اعمله فحوصات خصوصا اللي هو دي سمتجوز ده بريء يعني بس نشوفه لا ده غلبان ده ده غلبان اه 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 ما يصحش ان انا اعمل لحد اه خصوص قبل ما يمارس يعرف من اين وانما في بقى مثلا يقولك ايه انا بيحصل ليش انتصاب صباحي اه ما بالليل ما بيعيش في انتصاب خالص لما اشوف منظر مسير ما بيحصل ليش انتصاب لازم بقى برضو افردنا عند حاجة نفسية لازم اعمله قياسات بالاجهزة اللي انا بقولك عليها دي لو ثبت ان هو عنده سبب مهم للعملية بعملها له انما ما عندوش بنصحه بلاج له ما هي الخديعة الكبرى ده فيلم اسمه الخديعة الكبرى في عالم علاج الطعف الجيسي تشوفوا ده خديعة كبرى اشتغال ايه الخديعة الكبرى اللي هي الاجهزة اللي بتبان في في خنوات اه ايوه وفيه الاحشاب اللي يقولك احشاب احشاب ايه بس شوية حشيش وشوية بتاع الكلام ده ايه تقولي احشاب وممكن برضو الترامدول الترامدول اللي بياخدوه هو بيحسن في الاول بس الترامدول ده نوع من انواع الافيون فده بيكسر خلال مخ وبيعملك مشاكل بعد كده وبيعمل اذمان وما تقدرش ان انت وبيعمل ضعف جنسي بعد كده بيوصل البناء ادم لضعف جنسي فبعد فترة مش طويل اه يعني هو ده طريق سيئ مليئ الاوهام اه في طريقكم طريق علاج الطاعف الجنسي مليئ بالاوهام مليئ بالشكوك طبعا اكتر فرع طبي على الاطلاق ده يعني مش الفرع اكتر ده ده الملك اللي ادير بالدجالين والمشعوزين والسحرة والجن والعفريت والحركات دي كلها بس كان زمان كان زمان دلوقتي دلوقتي الناس بايتعارفة وخصوان بعد برامج حضرتك اه الناس بتشوف بتعرف الصح ما الغلط وبتعرف ان دلوقتي فيه علاج لكل شيء مهما كان وخلي بالك ان انا تمانين في المية من اللي بيقولي بعالجهم بالادوية مش بالعمليات مش زي اي حد يقولك ايه عملية 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 لا غلط يا جماعة كده العملية دي لا تجرى الا الواحد هوبلس يعني الادوية مزديش نتيجة معاها خالص مشاكل جامدة وممكن بردو يكون واحد متجاوز اربع ستات ومش قادر عليهم يعني فبردو دي تساعده لها اسباب كتير يعني لازم يكون عندك سبب ان انت تعمل عملية نشوف بقى الواه والشك واليقين اسئلة سريعة اجابات سريح نسبة تجاح جراحات الدعامات تصل الى نسبة كبيرة من اكثر العمليات قابلية للنجاح مئة في المئة نص عدد الرجال اللي بيعانوا من تضخم في البرستاتة ما تظهرش عليهم اي عراء برضو دي غلطة رهيبة ان الناس كان زمان يقولك البرستاتة هي السبب طب نديها ايه مضادات حيوية طب نداء نعمل تدليق بروستاتة الناس اتهارت يعني العين يجي يقولك دكتور انتهارتني من الادوية ومن تدليق البرستاتة وبتاعه مفيش نتيجة دكتور ما ينفعش كده فسبت اخيرا في جميع الجامعات اللي بتعمل في المتخصص ده يعني ان لا علاقة بين البرستاتة وبين الضعف الجنسي بس بقى في حاجة تانية ان احنا باللواتي الحديث فيها انا بدي ادوية تعالج البرستاتة لكنها عملت عملية بكششها وبصغرها بحيث ان مجرى البول يبقى فيه اندفاع كويس جدا جدا وخذا بقى البرستاتة ممكن تعمل حصوات حوالين البرستاتة اللي هنا تطلع وسط المسانة كده وما بتنزلش البول كله وتعمل ضيق في مجرى البول كل الكلام ده له عندي علاج مية في المية مدر حياة عظيم السؤال الجده سؤال مهم برضو جدا عن البرستاتة الاسراف في النشاط الجنسي يعني النشاط الجنسي قد يهدي الى تدخم برستاتة او يزيد التدخم الكلام ده بده برستاتة ملعاش علاق غرص عندي فزولة اولى شيء متهم بتأثيره على القدرة العقمية او قدرة الانجاب اه طبعا بيؤثر على قدرة الانجاب للرجل التورمية كثيرا علاج وجراحي حالة تصيب الاوعية الدموية دي الدوالي الخاسطين دوالي الخاسطين سبب 35% من اسباب الهقم عند الدوالي انت تعرف ان ده عنده دوالي ازاي طبعا بالكشف بالدوبلر بالتحليل السائل الملوي لما تلاقي عدد قليل حركة قليلة ابنورمال فورمس كتير جدا جدا دي تعرف ان فيه دوالي الابنورمال فورمس دي مهمة جدا ان انت تعرف ان عنده دوالي وتعرف ان الدكتور ده لو قطع الشريان بتاع الخاسطين تزيد الابنورمال فورمس تخلي بالك من حتة دي دي مهمة لان الشريان الخاسطين ده رفيع زي الفتلة للاسف ان معظم الدكتورة كان زمان التكنيك اللي نعملها بيروح ايه قطع تلت و تلتين فده غلط بيروح مدمر الخاسطين ويعمل فيها ضمور اه لا احنا بيعملها بالميكسكوب دلوقتي بيكبر للدنيا اللي زي الفتلة بيقى تخن ده فمش ممكن فيه غلط ابدا لازم تخلي بالك من الشريان تاع الخاسطين لازم تخلي بالك من الاوعية اللينفوية لان دي لو تقطعت تعمل حاجة اسمها قيلة سنوية وبرضو دي ازلخسي برضو ما هو الشيء اللي يغطبك جدا في عالم الضعف الجنسي لما تسمعه دايق اوي اوي يعني خلي يوبك مش لطيف حولك الى رجل الاخضر اللي الاخضر ده التعبير اللي هو الامريكي بتاع الغضب انا بزعل من ان واحد يروح عمله عملية يدمر له نسيكل كافي بزعل منه اوي 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 وبزعل برضو مش الضعف الجنسي بس وبزعل من واحد يعمل لوحد دوالي بالعين المجردة ودي بالطلقة القديمة ويقطع له الشرين بتاع الخيصة ده انا بتنكد نكد رهيب رهيب ده ضاع ده عشان يسترخص ويعمل عملية الخيصة يبقى اه وعند غير متخصص يضيع نفسه وبعد كده لا ينفع له تلقح ميجاري ولا تلقح صناعي ولا هكذا ده حرام يعني بصراحة كده بيدمر الحقيقة نتعلم منك الكثير ودائما في زيارتك بتعلمني الكثير لكن من حاجات اللي انا يعني بمنتظرها لتنقلها لاجيال كبيرة من الطب اعتقد انهم هيستفيدوا من وجود حضرتك معنا هو هذا الشغف وهذا الاهتمام الكبير جدا بالحالة الماضية انا عايز الناس تستعلم منك عايز طلبة الطب الشباب الاطباء الصغرين يتعلموا منك الحالة من الشغف الكبير المتعلقة بالحالة المرضية يمكن يلاحظوها في تعبيراتك وانت تتحدث عن اخطاء معين زي مثلا ضمر الجسف الكهفي زي اصابة شريان الخصية ده شيء مهم في حتة جميلة اوي اوي انت فكرتني بها العرسان الجداد لازم يروحوا يقضوا شهر العسل او زبوع العسل في بلد الساحلية ليه بقى لان الصبح بيبقى فيه على البحر طبقة اسمها الازون صبح واخر النهار الطبقة دي اكسجين ثلاثي ده اللي بيعملوا كده تلاقي الناحة الجنسية بتاعتهم بقت كويسة ممكن يخلفوا منتقى البساطة وتلاقي معظم الناس اللي راحت البحر مراتها بقت حامل عشان خاطر طبقة الازون دي عن فكرة دي تعاملت فيلم يعني معرفة من اروع افلام السينما ممكن واحد من اعظم افلام السينما على الاطلاق كان الفيلم دوت المثله لأستاذ محمود حميدة أستاذ إلي العلوي وكان أستاذ محمود حميدة بيمثل في الفيلم ده دور رجل متحفز جدا كان المرة الوحيدة اللي حسبه قربه من مراته جدا كانت عند مراحه مصيف فعلا و يعني بدأوا يعني يعني طبقة الازون يعني الفيلم ده يسمو ايه فيلم الفيلم الرائع جدا بحب السينما فيلم من اروع ما يمكن والحقيقة طبعا محمود حميدة باسلوبه الرائع هذا الاسطورة الحية هو واحد من اواخر اساطير السينما الذين مازالوا على ربنا ديلة طوال عمر مازالوا موجودين بالنقل وللسا بيد من اداء وتمثيل مثل باجادة شديدة جدا دور الرجل اللي بيتحول من حالة القهر الى حالة الانطلاق الحالة الاحساس بالحياة والتمتع بالحياة كتير من الناس بيتبقى عايشة في حالة قهر وحالة تقوقع ومش عايزة تحس بموتة الحياة حتى في الجنس مع امراته وبعدين يتغير بعد كده كان من ضمن الحاجات لفت نظر للمشهد ده هم كانوا راحوا وراصل بر راعتها طبعا الفيلم اللي بتعمل في الستكتنات تقريبا يعني راحوا وراصل بر احساس البحر هو اللي غير البفكر بتخبوط كده باي في العزيز استاذنا السيد دكتور نبيل امين كان في الناس الهالة خليكوا دايما معنا سهالة عالم الاسنان الان في تجاوزة بس تميد يعني حاجة معمولة ليك انت مخصوصة ليك انت ما ينفعش الشكل ده